أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنذلنا إليك الكتاب بالحق فعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إلى الله ظلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي منه وكاذب كفر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لستفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد والقهار خلق السماوات والأرض بالعقل يكوّر الليل على النار ويكوّر النار على الليل وسخر الشمس والغمر كل يجري كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفّار خلقكم من نفس واحدة ثم اجعل منها زوجا وأنزل لكم من العنعام ساسمانية أزواج يخلقكم في بتون أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات سلاس ظالكم الله ربكم له الملك ظالكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله قني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرزه لكم ولا تزروا وازرة وزرى أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات السدور وإذا مس الإنسان ذر دعى ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يضعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليزل عن سبيله قل تمتع بكفرك غليلا إنك من أصحاب النار أمنوا وقانتوا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستمي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا للألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في عاذي الدنيا وعرض الله واسعة إنما يوفى السابرون أجرهم بقير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول الم المسلمين قل إني أقاف إن أسيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأحليم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم زلل من النار ومن تحتهم زلل ذلك يخوف الله به عبادة يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاقوت أيا يعبدوها وأنابوا إلى الله لوم البشرى فبشروا عبادة الذين يستمعون الغول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق علي كلمة العذاب أفعنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنار من تحتها الأنار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينايا ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألبان ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله تاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فوضع على نور من ربه فبيل للغاسية غلوب من ذكر الله أولئك في ذلال مبين الله نذل أحسن الحديث كتابا متشابعا ثم ثانية تغشئ الر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وَالِكَ وَالِكَ وُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ أَفَمَنْ يَتَقْيَدْ تَغِي بِفَجِي سُوءَ الْعَزَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلِلِ الظَّالِمِينَ زُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كذب الذين من غبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فازاغهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وَلَقَنْ زَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيَاذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًا غَيْرَ ذِيءِ مَجٍّ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ زَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا رَجُلًا فِي شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا سَلَمَرْ لِلِّ رَجُلٍ عَلْيَسْتَمِيَانِ مَسَلًا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم الغيامة عند ربكم تختسمون فمن عظلم ممن كان كذب على الله وكذب بالسنق إذ جاء أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالسنق وصدق بي أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم والك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويا جزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخرفونك بالذين من دونه ومن يزلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مذل أليس الله بعزيز ذنتقام ولئن سألتم من خلق السمابات والعرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بزر هل هن كاشفات زره أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل هسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم عمل ولا مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن زل فإنما يزل عليها وما أنت عليهم بذكيل الله يتوفل أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي غزى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذ من دون الله شفعاء قل أبلو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميئا له ملك السماوات والأرض صم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمعذة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دوني إذا هم يستبشرون قل الله مفاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ذلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا بي من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا بي يستنزئون فإذا مس الإنسان ذر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم بلي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من غبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأسابهم سيئات ما كسبوا والذين ذلموا من أولئس يسيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أبلم يعلموا أن الله يمسد الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا إبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنتوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنسرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا عسرة على ما فردتم في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أم تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فيكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحسنون الله خالقوا كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفقير الله تأمرون تأمروني يعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبتن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما غدر الله حق قدره والأرض جميعا فاقبزتوا يوم الغيامة والسماوات متوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فسعق من في السماوات ومن في العرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع لكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقذي بينهم بالعق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتعة بوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن أقد كلمة أعذاب على الكافرين قيل ادخلوا أمذاب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلاب عليكم تبتم فادخلوا خالدين وقالوا العمد لله الذي صدغنا وعدا وأورسنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وغزي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم